بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين لقدام الجداد والناس اللي تحقوا بهذه القناة رمضان كريم إن شاء الله تكونوا فيهم زيانين تكونوا بالصحة والعافية ويحفظكم أنتم مولداتكم وقالتي يشوفت القناة الله يحفظه ويعطيه السؤال لي له في كل الأمور إذن أحبابي اليوم غادي نعطيكم واحد صيغة رائعة في جلب القبول بالنسبة المطلقات بالنسبة البنات اللي بغين تزوجوا البنات اللي بغين يخدموا والبنات اللي عندهم العكس البنات اللي سيكونوا دائما مترددات في أمورهم دائما عندهم العكس وما تنجح معهم حتى وصفة دائما عندهم طاقة سلبية في حياتهم التحجم تصدق لهم دائما عندهم عكوسات على حسب ما يقولون الناس بزاف عندهم تعسيرات تتقول البنت أنا ما عندي سزهر وفيما حطيتي الدماء عندي سزهر الولد كذلك هو عنده عكوسات عنده مشاكل في حياته إذن هذا الوصف يقدر يديرها شخص اللي عنده تعسيرات راجل ولا مرأة ولا مرأة مزوجة مع الزوج ديالها ولكن عندها تعسيرات مع الزوج ديالها ما تسمعش كلامها ودائما عندها نفور وعندها دائما عندها قلة تفاهم بينها وبين الزوج ديالها أما المرأة المطلقة دائما عندها نخصة أو عندها غصة على الزواج الأول دائما ستكون عندها تراجع في حياتها بأنها أول تجربة كانت فاشلة ولكن مع الأسف هذا خطأ البنت تقدر تتجرب مدام الأولى منجحاتش تقدر تتنجح أعرفيش الخير في أنت يكون عسى تكرهوا شيئا فهو خير لكم عسى تحبوا شيئا فهو شر لكم إذن الله سبحانه وتعالى كل حاجة فيها خير أي حاجة وقعات لك في حياتك إلا فيها خير إذن الوصفة ديالي ديال اليوم هي عبارة على الطمر ديال رمضان وخد تكوني شريه قبل من رمضان ولو يكون حتى بشهر المهم تتشريه على قبل رمضان لأن واحد الأخت الكريمة قلت لك عندي طمر شريه بربع يام بالعكس هذا الطمر رمضان شريته بالنواية الحسنة شريته على قبل رمضان إذن الطمر غالي ناخد غير ثلاث طمرات الناس اللي عندهم تعسيرات الناس اللي عندهم مشاكل دائما تتكون البنت عندها مشاكل في جمع شمل مع شخص معين أو شخص معين بغاها تزواج ولكن ما تخلش العتبة أو البنت اللي دائما العتبة ديالها فارغة بدون زواج أو العمل الناس بزاف معطلين على العمل البنت قدرت تمشي العمل ولكن ما مقابلاش دائما عندها مشكل إما ديالقبول وإما ديالكلام وإما لابد نفره منها من شي حاجة دائما تتخلقوا لها المشاكل إذن المشاكل من العوارد المشاكل من العوارد العوارد هم اللي تسبوه تديروا واحد الحجاب بينكوا بين هدك بينكوا بين هدك الأشخاص اللي غالي تمشي عندهم تكون واحد الحجاب بأنك كل الأمور مسدودة عندك ولكن اليوم جيت واجبت لكم هذا الوصفة رائعة وأكثر من رائعة إذن غادي ناخده ثلاث طمرات ثلاث طمرات ديال رمضان أي طمر أي طمر يكون عندكم غادي نحيد لي النوا غادي نحاول نحضر المسك الأبيض القرنفل الجاوي إذن عندي هنا هنتم مع الجاوي يكون جاوي أي جاوي القرنفل المسك غادي نحاول ناخد ثلاث طمرات وغادي نقرأ على المكونات أولا هما الأولين والنواة نحتفظ به لأنني غادي نحتاجه إن شاء الله غادي نحتاجه لأمر غادي نقول لكم في آخر الفيديو أشنو خاصكم تديرو به إذن الطمر هو رائع لا في الحلاوة ولا في قبول ولا في جلب الحد ولا في كل الأمور ولكن حاولوا تديروها تصغير لأنها جميلة وزويلة إذن خديت المكونات على أساس أنني غادي نقرأ اليوم المسك قليل من المسك القرنفل الجاوي الأبيض أم الأحمر إن شاء الله بحاول الله وقوتي غادي نصلي على سيد الخلق سبع مرات أو عشر مرات أو حداشر مرة اللهم صلي على محمد وعلى آلي محمد الصيغة اللي بغيتي ولكن أقرب صيغة لنفسك قوليها إذن غادي نقرأ هاد الأسماء مية وعشرة مية وعشرة يكافي يجامع يكافي يجامع يكافي يجامع يكافي يجامع هاد الأسماء جوج غادي تقرأهم مية وعشرة مرة إن شاء الله بحاول الله وقوتي غادي نقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب كافها يا عين ساد خمس مرات حاميم عين سين قاف خمس مرات إذن نعود لكم الصيغة الجاوي لأنني غادي ندر واحد طاقة نورانية اللي غادي تجلب لي الحظ وغادي نكون مقبولة إن شاء الله بحول الله وقوتي أولا تكوني انقيا تكوني على طهارة تكوني صليتي ركعتين البنت اللي البنت اللي عند العادة تسالي من العادة إن شاء الله أديرها تصيغة أي وقت في رمضان ولكن من مراء العشاء تصلي العشاء أديرها تصيغة أديرها تصيغة إن شاء الله وغادي بحول الله وقوته غادي تبخري مع الفجر إذن غادي تقرأ يا كافي يا جامع الوقت اللي تقولي يا كافي يا جامع 110 مرة غادي تقولي يا كافي يا جامع يا جامع اجمعني مع أي حاجة بغيتي بغيتي زواج عمل دراسة أي حاجة اللي تختار لك على بالك يا جامع اسم الجامع يجمع أي حاجة يجمع لك الله سبحانه وتعالى الصحة البال مع شخص معين يجمع لك المال يجمع لك الصحة ديالك تلملم أي حاجة يجامع يجامع اسم الجامع اسم عظيم عند الله سبحانه وتعالى هو اللي في خير وبركة اسم يكافي يكافي اكفني همي اكفني اي حاجة دراتك في حياتك يكافي يجامع اذا هاد الاسماء غادي تقريهم وتنوي النواية ديها لكو تقوليهم وتقوليهم وقت اللي توقفي قولي اشنو طالبة من هاد الاسماء هاد الاسماء سبحان الله لهم طاقة نورانية اذا هاد نقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب مية واثناش مرة وغادي نقرأ كافة يا عين صاد خمس مرات كافة يا عين صاد اذا خمس مرات حاميم عين سينقاف خمس مرات ونقولي كافها يا عين صاد وبحقي حاميم عين سينقاف أن تعطني سؤلي في هذا الأمر تقولي اللهم يعطني سؤلي في هذا الأمر كذا وكذا ربما يكونوا بزاف للنواية غليكونوا عندك إن شاء الله طاقة نورانية غادي نحاول أنني نفت بقوة على هذا الطمر النواة الجاوي القرنفل مع المسك الناس اللي ما عندهمش مسك ما عندهمش قرنفل ما عندهم احت حاجة غيدروا الحرمة الأولى السنوج إذن غادي ناخد هكا غادي ندير ثلاث قرنفلات وغادي ندير الجاوي وغادي ندير المسك إذن وحدة غادي نعلقها في البلاكار ديالي غادي نعلقها في البلاكار ديالي غادي نحاول نديرها هنا صشية تكون صشية أي حاجة حطيتها في البلاكار ديالي غادي نجلب لك حد غادي نجلبك طاقة إيجابية غادي نجلبك أمنيات ان شاء الله باسم الجامع. يا جامع الناس اللي يوم الله ريب فيه. اجمعني مع امنيتي. يا جامع الناس اللي يوم الله ريب فيه. اجمعني مع امنيتي. هدي الرشاب قليل من الريحة. وغادي نعلقها في البلاكار ديالي. اذا اه اللي غادي نعلق في الباب. غادي ندير الجاوي. الجاوي والمسك. المسك والقرنفل. قرنفل ثلاث قرنفل ثلاث. غادي انديرها هنا. يكونوا صشيات يكونوا كما كانوا. غادي نرشهم بقليل من الريحة. في يوم واحد غادي تجمعهم هادو. غادي تجمعهم في يوم واحد. غادي ان شاء الله هادي هي اللي غادي تبخري بها مع الفجر. اليوم اللي غادي تصوي هاد الصيغة. واحدة واحدة الباب واحدة في البلاكر ذيالك واحدة غادي تبخري بها. ان شاء الله بحول الله وقوتي. اذا الاخرة غادي تدير فيها المسك. تديرها بحركة. وغادي تحطها فوق الناس اللي ما عندهمش الفحم غادي ديروها فوق البطاقاز. وغادي تحاولي النكي هديك الطمرة الزياب المعلقة. وتبخري بها. تبخري بها. ولو هدك الدخان يكون غير قليل انتبخري بها الطمرة مع المسك مع الجاوي. غادي تعطيك واحد طاقة ايجابية. اذا يا كافي يا جامع. اجمعني مع امنيتي او كفيني شر مهمني في كده وكده. غادي ان شاء الله النوا. غادي ناخد واحد النوا. كل يوم غادي نكسب في الباب يا كافي يا جامع. يا كافي يا جامع سبع مرات في الباب. نحرقها. نحرق هذه. وغادي نكسبها سبع مرات في الباب. اذا عندنا تلات طمرات تلات ايام. غادي تكتبي اه يا كافي يا جامع. يا كافي يا جامع. اجمعني مع امنيتي على حسب النوايا اللي طلبتي. وغادي نكتب اه يا كافي يا جامع تلات مرات في سطر واحد. في سطر واحد. يا كافي يا جامع. يا كافي يا جامع. يا كافي يا جامع. حتى اكمل يوم اخر في نفس الوقت في نفس الساعة. يري تكتبها صباحا او من مورة العشاء. هي كافية جامع. اما هذه غادي تبخري بها مع الفجر. هذه غادي تعلقها مع الفجر. واحدة اه احدى الباب. واحدة في البلاكار ديالك. او تهزيها معك. او تهزيها معك في المحفظة ديالك او اي حاجة. ولكن حاولوا غير تدروا هذه الوصفات رائعين واكثر من رائعين. حاولوا انكم اه ان شاء الله بحول الله وقوتي. درهم بالنية الخالصة لله. وحاولوا انكم اه تكتبوا هاد الاسماء مع اه هاد شي لك لكم. وربي هو المستعان على كل امور. اذا احبابي خليوا لايك. دعموا القناة. تفعلوا الجرس. ابنوا بحول الله وقوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.